لا شيء في جنوب مأرب سوى الجحيم بانتظار مرتزقة الاحتلال الإيرانية معارك هي الأعنف في تاريخ الحرب تحاول ميليشة الحوثية الانتقام للإرهابية الإيراني حسن إيرلو غير أن قوات الجيش الوطني وأبناء القبائل لها بالمرصاد مشاهد يتوجب على آلاف الأسر في صنعاء والمحافظات الخاضعة لميليشة الحوثية الإرهابية متابعتها إذ إن تحشيداتهم مصيرها الهلاك بنيران الجيش الوطنية وغارات التحالف العربية صارت جبهة مأرب محطة استنزاف لميليشة الحوثية الإرهابية ذلك أن عشرات الحوثيين يلقون حطفهم في جبهات مأرب كل يوم النزيف المستمر في صفوف الميليشة يجعل الطريق سالكا نحو صنعاء التي تترقب زوال ميليشة الحوثية الإرهابية ووفق الوقائع الميدانية في جبهات مأرب تدعو الحاجة إلى مزيدا من الحرص من قبل الأسر في صنعاء والمحافظات غير المحررة لمنع أبنائهم وأطفالهم من الانخراط في صفوف الإرهاب الحوثية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة